سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعلم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب لقاء جديد معكم بنتكلم في هذه الحلقة عن عدة مواضيع في الحقيقة التطورات ما زالت مستمرة على مستوى العالم إيه اللي ممكن يحصل الفترة القادمة على مستوى العالم من أحداث هو ده السؤال اللي الجميع بيتساءل وبيحاول أنه يوجد إجابة لهذا السؤال وكل واحد بيكتهد بطريقة تفكيره اللي هو يتعود عليها إحنا في هذه القناة بنحاول أن إحنا نستعرض لكم الأحداث ونقول لكم أن الأيام الحاسمة قد اقتربت إيه اللي بيحصل دلوقتي في دولة تونس إزاي قطر بتخطط لإنقاذ المنديال من المصيبة الكبيرة المهددة بيها إيه كمان التنازلات اللي قطر بتعملها علشان خاطر هذه البطولة تقام تعدي على خير انهيار فرنسا فرنسا في حالة انهيار دول أوروبا سبحان الله بتنهار يوما بعد يوم في انهيارات في دول أوروبية وفرنسا هذه الدولة التي طالما حربت الإسلام فهي سبحان الله يعني جاء وقت الحساب والمصايب نزل عليها بترف وكمان الأقصى بيدنس في وسط صمت كبير جدا وتغطية إعلامية أرض ما يكون الأحداث زي مولت لكم في تونس بتشتعل وأمريكا مش هتسيب السعودية في حالها تعالوا مباشرة عشان ما نطولش عليكم نبدأ بأول حاجة تونس بيحصل فيها إيه دلوقتي السور اللي بتظهر أمامنا أو المقاطع ديت منذ ساعات قليل يعني حصلت النهاردة مظاهرات كبيرة جدا في دولة تونس ضد الرئيس التونسي وبيشتكوا من غلاء الأسعار ونقص الموارد والعالم كله داخل على مرحلة صعبة جدا وتونس بدأ زي ما عودتنا تأخذ زمام الأمور في المظاهرات شايفين زي ما بيظهر أصدنا أعداد كبيرة جدا جدا اللي بيحصل في تونس هو نفسه بالضبط اللي بيحصل في معظم دول اللي قامت فيها فتنة الدهيماء بن قسين ثورات الربيع العربي طبعا الناس مش هترضى ومهما حصل الناس مش هترضى خلاص بدأنا نخش في نهايات فتنة الدهيماء وهي فتنة شديدة جدا وفي تونس الناس عايزين يجدوا حل وأنا بقول لن يجدوا حل لأن هي دي طبيعة فتنة الدهيماء كلما ظن الناس أنها انقضت تمادت ولا تنتهي إلا بظهور الإمام المهدي يعني المشاهد اللي شفناها قبل كده واللي اللي بنشوفها دلوقتي أصدنا واللي لسه هنشوفها طول ما فتنة الدهيماء موجودة ما فيش حاجة هتتغير لأن المشكلة أن أنت بتجيب شخص وتحط شخص مكانه بتشيل رئيس وتحط رئيس ولكن نظام الحكم الجبري اللي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو هو لا يتغير كما هو وهذا يعني أو هذه هي المشكلة الكبيرة جدا اللي الناس مش عايزين يتفهموها يعني بمعنى أدق واخدين الموضوع من حسابات يعني حسابات سياسية والموضوع ملوصلة بالحسابات السياسية الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام اللي عايز ياخد بكلامه أهلا وسهلا اللي مش عايز ياخد بكلامه هيلاقي أن تحليلاته كلها غلط تعالوا كمان ننتقل لفرنسا اللي بتواجه مشاكل كبيرة جدا إضراب عام بيشل الحركة في فرنسا الناس العمال بتوع الوقود طبعا في أزمات وقود كبيرة بتضرب أوروبا في ظل هذه الأزمات مش عايزة ترفع الأجر بتاع عمال الوقود فقالوا مش شغالين في حركة شالل تام في المترو والقطارات ويعني طوابير السيارات تتكدس أمام محطات الوقود مع استمرار إضراب عمال التكرير إضراب عام في فرنسا سبحان الله دول أوروبا تتساقط دولات الو الأخرى كأن هناك شيئا يمهد لازم علشان خاطر تفهم الموضوع ماشي إزاي اللي بيحصل في دول العالم اللي لازم كل الدول الكبرى تتهد والشعوب لازم تتعب علشان يتقبلوا نظام الحكومة العالمية الموحدة بقيادة الدجال افهم الكلام ده كويس جدا وكل المخططات دي اللي هي بتضرب أوروبا في عقر دارها أنت ممكن تتخيل أن معسكر الإيمان مثلا لي يد في الموضوع لا هم منهم في بعضهم علشان خاطر يمهدوا ما أنت كمعسكر إيمان بتحاول تماهد للمهدي ومعسكر النفاق بيماهد للدجال وكل واحد بيكتهد في هذا الموضوع فدلوقتي اللي بيحصل في أوروبا وفي الدول اللي معسلغة في تقبل فكرة الحكومة العالمية الموحدة بتعاقب كمان الدول التي لا تمانع بنظام الحكومة العالمية الموحدة بقيادة الأعور برضو كمان بتعاقب زي فرنسا ولازم أن هي تتهد بالمعنى الحرفي للكلمة علشان خاطر يقبل كل ما يملى عليهم والموضوع طويل جدا الأقصى يدنس والصمت الإسلامي مش هقول العربي مستمر شايفين كما يظهر أمامنا رقم قياسي تجاوز أربع تلاف مستوطن لأول مرة في اقتحام المسجد الأقصى في عيد العرش وأين كهان العرب اوعى تستنى أي حاجة ده احنا كمان في مرحلة يعني مش من مراحل استقرار الحكم الجبري الاستقرار النسبي ده انت في أصعب وأشد مرحلة اللي هي المراحل الأخيرة اللي هتلاقي تنازلات ومحدش هيفتح بقه محدش هيجرؤ أنه هو يتكلم لأن الكراسي اتلخ لخت منذ فترة من بداية فتنة الدهيماء من 2011 بدأت الكراسي تتهز والعروش تهتز بقوة فإوعى تنتظر منهم أي رد تفعل ولكن الله يا فلسطين وربنا سبحانه وتعالى يعني خير وحافظ ويعني مش عارفين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون والله محفظ المسجد الأقصى واغفر لنا تقصيرنا في جنبهم يا رب العالمين تعالوا كمان ننتقل لخطة قطر لإنقاذ المنديال طبعا في حاجات بتحصل دلوقتي من وراء الايه من وراء السطور ومنها زيارة الأمير بتاع قطر لرئيس روسيا طبعا بيقولك لنزع فتيل الأزمة طيب يعني إحنا عايزين نسأل سؤال هو نزع فتيل الأزمة يعني إيه الدور اللي تقدر قطر اللي هي تلعبه ما أعتقدش أنا أعتقد إن هدف اللقاء ده إن أمير قطر عايز ياخد تعهدات ووعد من بوتين اللي هو ما يضربه لوش كم ساروخ أثناء المنديال أنا في اعتقادي إن ده هو الهدف الرئيسي من الموضوع لأن لا بوتين هيرجع في اللي بيفكر فيه ولا أوكرانيا ولا أمريكا إذن هذه الزيارة كان الهدف منها أو هذا اللقاء كان الهدف منه إن هو ياخد وعد من بوتين إن ما يحصلش أي مشاكل أثناء كاس العالم وإن ما فيه سواريخ تضرب ولا فيه أي حاجة ومش عارفين لسه إيه اللي ممكن يحصل وهل الرئيس الروسي هيستجيب لهذه الطلبات طبعا من ناحية أخرى قطر بتتنازل في هذه الأيام تنازلات لا أستطيع أن أصفها يعني بيطلع مدير البطولة على يعني قناة سقاي نيوز الرياضية وبيقول مرحبا بإيه بالجميع في قطر فالموزيع ما سبهوش قال له تقصد إيه بالجميع إحنا بنتكلم عن الناس بتوع قوم لوط اللي انتو كلكم عارفينهم أنا بسميهم كده فقال له نرحب بالجميع وهم منهم وما فيش مانع يرفعوا الأعلام بتاعتهم والشعارات بتاعتهم وكان رد واضح جدا علشان الناس بتوع قطر الإخوان اللي بيتابعونا من قطر زعلنين وبيقولوا انتو بتكذبوا وبتقولوا احنا لا نستطيع أن نكذب لأن الكذب ليس له أي طريق إلا الكذب يعني زي ما بيقولوا عندنا في مصر الكذب ملوش رجلين يعني الأخبار ما بتستخباش وانتو لو فضلتوا تنكروا وتقولوا إن ما فيش حاجة وإن قطر هتظل عزيزة وهنحافظ على التقاليد الدينية كل ده كذب وخلاص ما هتبدأ البطولة هتشوفوا الخمور وهتشوفوا الشواز وهتشوفوا كل المشاهد القبيحة والمصائب على أرض إسلامية وأكرر نخشى من عذاب الله ومن عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة وخايفين على إخواننا في قطر آخر حاجة أمريكا مش هتسيب السعودية ولن تترك وتغادر السعودية لأن لقينا ناس طيبين واحنا دايما متفقين حلل الأحداث من ناحية السياسة صفر تطلع النتيجة صفر من عشرة ولكن شوفي النبوءات والأحاديث بتقول إيه تعرف بالزبط إيه اللي دلوقتي بيحصل إحنا إحنا قلنا وأكدنا استحالة إن أمريكا تترك وتغادر القوات على الأرض الأراضي السعودية أراضي المملكة لأن باختصار أمريكا لها مصالح ولن تستطيع إن هي تترك المصالح بتاعتها ويعني تخرج بمنتهى السهولة وأول ما تخرج من هنا أمريكا تتصل السعودية بالصين وتتصل بروسيا ويعملوا تحالفات فأمريكا ليست بهذه السزاجة اللي بتعملوا دلوقتي أمريكا وافتكروا كلامي إن هي طلعوا بتتكلم عن المصالح الحيوية وإحنا علاقتنا كويسة بقال سعود إعرف اسمع بدام سمعت الكلمتين دول إعرف إن أمريكا بتضبر مصيبة للسعودية بدام طلعوا قالوا إن العلاقات جيدة وده كان رد فعلهم لتخفيض إنتاج النفط من السعودية القرار اللي خدته هو ده رد الفعل لا ده رد فعل بين ييمه الزباين هناك اللي في السعودية وهتشوف رد فعل هيبقى قاسي وخطير جدا وأعتقد أن ردة الفعل ستكون خطة التقسيم خطة التقسيم المملكة السعودية أمريكا بدأت تفكر فيها بجدية لأن خلاص لقيت الناس ما بيقوموش بالدور المطلوب منهم ويلازم تغيير الأنظمة وتغيير الجهد اللي دايما بتفعل الزانية الكبرى التي زنت وشربها من خمر زناها حكام العالم مش عايز أطول عليكم بعد قليل بإذن الله معنا حلقة شخصية صحابي مصر ومفاجآت حول هذه الشخصية وأحداث جديدة متعلقة بهذا الموضوع حلقة من العيار السقيل تابعوها بعد قليل بإذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهد